أسعد الله وقاتلكم مشاهدين الكرام بالخير ومحبة ورمضان كريم عليكم وهنا أطلع عليكم بحلقة جديدة من خلال سيرة نجم نجمنا لهذا اليوم واحد من اللاعبين النجوم اللي أمظلم كثيرا لاعب قدم ما قدم لعب لنادي الكرخ لنادي الشرطة ولنادي الزوراء وللمنتخبات الوطنية الجميع من الوسط الرياضي والإعلاميين والمشاهدين والجماهير يتغنى بأخلاقه يتغنى بأداءه قدم ما قدم من أخلاق من لعب من أداء لكن للأسف منذ رحيلة لليوم نادرا ما أسمع يستذكرون هذا النجم اليوم إحنا رح نكون في منزل اللاعب المرحوم عباس رحيم منه عباس رحيم كيف أنشئ كيف كان وكيف وصل لما وصل إليه لحين وفاته وفاته أبقوا يانا موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 من تنفس عباس رحيم حقيقة هذا المنزل كان ولا يزال كان ولا يزال كان عامرا بوجود عباس رحيم ولا يزال عامرا بوجود رحيم زاير وهو والد عباس رحيم من شاء الله يبقك أنا أشكرك أيضا أرحب بصراحة أول مرة يمكن يظهر للإعلام ابني ونجل اللاعب المرحوم عباس رحيم زين العابدين عباس رحيم حياك الله زيوني وأهلا وسهلا بك يمكن أول مرة تطلع الجمهور الوالد وإن شاء الله يكونون جمهورك إن شاء الله إن شاء الله كافتي رمضان كريم عليك حبيبي عينا وعليكم كافتي الله يسلمك البداية ويا أستاذ حبيب أريد أتحدث اليوم خلينا قاطعك أنا أريدك تبدو يا زيوني أبدو يا زيوني أحسيني هذا هو عينة بيت عباس رحيم الله يوفقك يعني ما تبقى من من رائحة عباس رحيم ما تبقى من نفس عباس رحيم ما تبقى من كيان عباس رحيم هذا هو الممثل الحقيقي لوجود عباس رحيم فأنا ما راح أتجاوز عباس رحيم حتى في مماته إكراماً لزيوني فهو عبد من زيوني الله يوفقك الله يوفقك زيوني بصراحة راح أتحدث وياك تحدث لي مع بداخلك من البداية نتحدث أنت يا صف أول متوسط أول متوسط رياضي إن شاء الله على خطل مرحوم إن شاء الله إن شاء الله سنتين يمكنه عمرك وتوفى الوالد نعم لكن تشاهد باليوتيوب تشاهد مباريات إلي شي راود بداخل زين العابدين أتمنى صار مثلك عابدين تصير مثله نعم بس السجى مهور شي يقول يقول ما يجي لاعب مثل عباس رحيم صح؟ صح؟ زيوني ما دام ابن عباس هو أي ابن نجم يتحارب هو أي ابن نجم يتحارب إن شاء الله زيوني موفق بين الدراسة وتلعب نعم كاتل زيان رحت ذهبت النادي تمرنت نعم نعم وين رحت؟ نادي الزوراء رحت النادي الزوراء أه حبيب داعمك قابل إنه أنت تكمل مسيرة الوالد نعم كاتل يقول لك لا عباس رحيم وفقط نعم كاتل بس طلب مني يعني استمر بالدراسة وكلات القدم طلب منك وهذا الصحيح زيان أه حبيب عام لوياك إحنا نعرف حبيب جدي كلش يعني صار ما يقبل بالخطأ ما يقبل بالتملق ما فد يوم شفتك تطلع أو تتحدث أو تقول لاني ابن عباس رحيم حبيب موفر لك كلشي؟ نعم كاتل والدك الثاني حبيب وبنفس الوقت هو عمك؟ هو وخال الله عميني ما يقصروني ما يقصروني معم كاتل زيان سباقك سباقك أنا عدي رواي تعقيب على هذا تمام هم فد يوم جيت العمك وتحدثت وياه قلت لاني أريد فلان شيء أريد فلان شيء ما قبل؟ لا لا أبدا تستشيره؟ نعم كاتل ليش اختاريت الزوراء؟ لان كابتن أبوي يلعب بالزوراء لله بس لعب بالكابتن نعم كابتن بش بالزوراء يعني انت زوراي نعم كابتن أبو زوراي تمام أتحدثوا ياك كابتن لان أنا أستاذ حبيب عندي ملاحظة عذرا عن مقاطع زيان العابدين ذكر موضوع جدا مهم هو يعني من مدح نفسه ذمها حقيقة لكن يعني جدا ممتن من زيوني أنا على هذه الكلمات الطيبة حقي ولو أنا أحس مقصر لحد الآن ويا زيان العابدين ويا جنة ويا أم جنة هاي الإنسان الرائع حقيقة اللي يعني يجهز اللسان اللي تسوى عشر زلم ألف زلمة ممكن لا مريد مبالغ خاف يقولون يبالغون بالذات بهذا الوقت تسوى عشر زلم وعنده خوال تحطهم على الموع الجرح لا تحطهم وين مو يطيب بالله وفقهم يعني حقيقة من حيدر من أحمد أما السيد الوالد أبو أحمد وأبو حيدر إنسان متدين وإنسان شريف إلى أبعد والدليل هاي بذرتهم أم جنة صح؟ يعني والله هس أنا ويا نفسي أريد أصيغفت كلام بحق هذه العائلة الكريمة ما لقيت فمرات السكوت يكون أبلغ وأورح فهذه العائلة أنا معني جاي ربونا أطفالنا بأحسن تربية وجاي قد منيهم وعلى طبق من ذهب لا بالعكس يعني ما شاء الله ديكا متفوق جنة زيوني متفوق دراسة ولعبا يعني من يلعب بالمنطقة كلها تريده قبل فترة راح لنادي الزوراء مسجد ست أهداف فالمدرب ما عارف منه فمن قال له بابا شاسمك مو زيوني صحيح باب؟ قال له زين العابدين فقال له إي أبوك؟ قال له عباس رحيم قال له والله عرفتك لعب على أبوك ما يدري بي هو يعني ابن عباس ما يدري بالله زيوني تملعب بالامتحانات فقط بالعطلة تخذي؟ أمنعب أي وقتاني ما أريد ما أريد يقصر بدراستة على حسابي بكرة القدم بس تعرف جدا صعب التوفيق كابتر لا بالعكس أسهل منه ماكو هاي بس بكرة القدم إحنا ليش ما نروح نضرب مثل بالطائرة والسلة كلهم دكاترا وأساتذة كلهم أساتذة يعني شقدت تريد من كرة القدم عفوا من كرة السلة أساتذة يعني دكتور ماجستير مكمل كلية تربية رياضية طائرة كذلك عند أصدقائي يعني كلهم دكاترا سب بجامعة مستنصرية ليش كرة القدم ما يقدر يوفق؟ أكو تقصير لا تقول لي لا تقول لي ممكن المباريات الغير منتظمة ممكن الدوري ممكن التدريبات كرة الطائرة واليد والساحة والميدان لا بالحكس أسه أنت كرة الطائرة والسلة كرة القدم كل أسبوع لعبة مو صحيح بس عندك أنت السلة بين يومين والثالث لعبة رح يصير اللود على اللاعب أكثر حتى ما عنده رئيس صح فهذا ليش لاعب كرة السلة والطائرة واليد أيضا كلهم أساتذة ودهكاترا وواصلين بالدراسة لكن لا عب كرة القدم شوفه ما مكمل ربما مع جل الاحترامي أحمد عبد الجبار مهندس غيث عبد الغني مهندس بعد آخرين هو أهم الدكاترا بس الكثرة الأغلبية لا الأغلبية هو ما مكمل لكن هذه النقطة ما أريدها تأثر على لأن عباس حصل على شهادتين إذا عندك معلومة الإعلام والتربية الرياضية سنة ثانية وتوفى فأني أريد يكمل مسيرة أبو دراسة إن شاء الله وبعدها إن شاء الله لكل حادث حديث هو لاعب وين مكان يقدر إن شاء الله بوجودك ووجود قوالة أبدأ إياك عن بصراحة قبل كل شي أنا ما أشوفك في اليوم تتحدث عن المرحوم نادرا ما تتحدث لكن ممكن كلامي راح يغثك أو راح تزعل مني أنا أريد الصراحة بهذه الحلقة لأن مو أنا الأقول يعني أنت ممكن الشاهد هم عندك فيس مواقع تواصل أصدقاء حتى اللاعبين بنفسهم أكل بعض يحس نفسه ما يذكر هذا عباس رحيم خلف الكواليس أسمع عباس رحيم الخلوق عباس رحيم المؤمن عباس رحيم اللي ينطل الفقير زيان ليش هذا السكوت عن عباس فهذا كله أريده بكل صراحة البداية أريد أعرف منه حباس رحيم رح نتحدث آنوا ياك اليوم بالصراحة اللي ردتها نتحدث آنوا ياك عن عباس رحيم الإنسان منه قبل كل شي مؤمن ملتزم إلى أبعد الحدود وهذه نعمة من نعم الله ان تعدوا نعم الله فلا تحصوها فهي هاي أول نعمة إحنا اللي الله أنعم بيها وهذا السبب يعود إلى التربية اللي ربانا بيها الوالد والوالدة الله يحفظ ملتزم مثل ما قلت لك ما يقبل لا يجامل على الحق ولا يناصر الباطل هذا أحلم ما به عدل نبيل عفوا أستاذ نبيل عدل عدل حشاك عوج عوج لا لا أقل لك ياه بالوجه ما عنده يعني ما عنده واحد زائد واحد ما عنده اكثر من اثنين متفوق بالدراسة كان دراسة فضل الله احنا يعني كل العائلة احنا ما شاء الله ما عندنا تمام الكل 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 كليات تمام ماجستير أستاذ بكل ابن معحد فنون فكل يعني فضل الله الكل دراسيا مثل ما خوال زيوني اثنين هم هندسة واحد ضابط واحد مدير بمصفة دورة فالكل من ينقى قائلة ليش احنا متمين بالدراسة من خواله ومن عمامه الدراسة عندنا يعني يعني مو على جانب مش بالدراسة عباس كإنسان قلت لك ملتزم جيران كل يحبه يعني اكو حادثة ما اقدر ارويها لان خاف بعض الاشخاص ياخذون على خاطرهم ما ندخل بالاشخاص اريد اعرف عباس منه شمسوي عباس شمسوي مو هي واكو عمل ويا رب العالمين يعني ما ممكن اتحدث عنه صح لان اولا اجره يروح هو ما يقبل تمام بس اليوم بالحق محبي العباس بالحق الجيل الجديد يعني صح احترامي الى كل برنامجك الكريم قبل فترة انا على راديو بغداد ذاعة بغداد عفوا ومع الاعلام المميز اثير الشيوالي تحياتي الى هذا الانسان الرائع ايضا طرق بغير صيغة هذا السؤال صدقني صدقني وبدون مبالغة ولا راح يمكن البعض ياخذ علي يقول ما اخذ اخر يقول يقول حبيبي يبالغ لا بس انا احساس هذا اه رتحت وحدة من الاعمال اللي سواها عباس صدقوني وبدون ما احلف الكم وقف قدامي قال ما مرخوص تحجي زيب عباس كانسان فاق العديد من الاشخاص يعني يعني شوكت بديك كرة قدم عباس كرة قدم انت اكبر لو هو داع عباس اكبر عباس اكبر اه شوكت بديك كرات قدم بالمضبوط تريدها يعني داع السلسلة لكي يعني شوف اول انسان صاحب فضل علي هو كابتن خالد مجيد الله يرحمه خالد مجيد شافه بصلاح الدين هاي المدرسة هنا بالشعب و مرتين يجي قال تعال للنادي قال له ما لاعب نادان صغير طفل يعني زيونة عمو هسنت اول متوسط تقريبا اكبر من زيونة ايه اكبر آنوا يا بصلاح الدين ويجي خالد مجيد الله يرحمه مرتين ثلاثة يقول له تعال لك انت خوش لاعب هيك نصان عباس يتردد صغير و ناد النفط وما يندل وتعرف هاي كانت المنطقة فارغ تمام المهم شاءت الصدف ان يروح لعب ناشئة النفط انطلاقته من ناشئة النفط انطلاقت حباس ناشئة النفط لعب ناشئة النفط بعدها مثل شباب النفط بعدها مثل شباب الطلب ايضا هو و رئيس نادي الصناعات الله يذكر بالخير علي خلف علي خلف تحياتنا علي خلف هو وعلي خلف و اذياب الله يذكره بالخير وخاف من نسيت بعض الاخوة الذاكرة تخونه من شباب الطلبة على اساس يمثلون الطلبة الاول ما صارت الفرصة ان يمثل الطلبة انتقل عباس الى ناد صليخ بالدرجة الاولى الدرجة الثانية ان كان دوري الدرجة الاولى والثانية والثالثة ما اكون ممتاز مثل هسا مثل الصليخ صار بيها عباس الهداف هداف الفريق الله يرحمه اللي سعل عباس وقال له قال له انا عندي علاقة بعدنا اندرجال قال له يدرب القوة الجوية ليش ما تروح له راح للقوة الجوية لعب للقوة الجوية عباس عفوا انتمرنوا اياهم ايضا اخذ الوالد الله يحفظه ويطول بعمره اخذ الوالد بيده والشخص اللي اياه ابن خال ابوه موجود حي ورزق الوالد قال لعدنا اندرجال قال لكابتن انا ما جايب لك احنا متعودين على الكابتن كابتن عدنا اندرجال بس بس احنا متعودين علي احنا كابتن ان شاء الله المقامات محفوظة وقدرها عالي الوالد قبل لعدنا اندرجال يبدأ الحديث الوالد قال لك كابتن انا جايب لك لاعب وملابسة وياه راح اقعدها المدرجات خوش لاعب يفيدك الشر اللي بهاي الحركة روح مو خوش لاعب ما يفيدك قل له بابا خد جنتك وطلع الوالد ما لقيده من عباس ماكو يمكن عشر دقائق يدور على الوالد فقام للشخص اللي الواسطة هو اتشان وياه قرأ ابنه اشار عدنا اندرجال قال لهم اروحوا يعني اجب عباس بشكل لا يوصف عدنا اندرجال كان على القوة الجوية بعد ما بالقوة الجوية در الكابتن عدنا اندرجال بينه هو لاعب الدرجة الثانية وما يقدر وراح للاتحاد راد يحاول باي طريقة لان كانت ام المعارك فما قدر يعني يخدم عباس بشي بهالوقت هذا بنفس الوقت عدنا اندرجال اجيه عقد بقطر بقطر فاستلم بعدها سين من الناس مدرب وبعدها فما قدر ان يتوفق ويالنجوم كان موجودين ولي الظهد هو بعده صغير بعده صغير وما معروف وين انتقل ولعب بطل 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 قعد هنا الله يذكر بالخير بسلوفينيا عايش هسا عامر نوري عامر نوري عامر نوري احنا نسميه عامر اتاري كان الاتاري ما موجود بالعراق هو عده اتاري 24 ساعة قاعدين يمه فمشت علي عامر اتاري الله يذكره بالخير وتحياتنا الى هذا الشخص الرائع عامر قال لي عمو بابا لازم الكار يريد لاعبين شباب قال لي آني سين ما اقتنع بيه عمو بابا يقتنع بيه حفظا للمسميات آن ما جاي اقول سين قال لي سين ما اقتنع بيه سين اللي اجي بعد الكابتن عدنان درجال ما ضبط حتى المشاهد يعرف يعني قال لي انا اروح عمو بابا هذا المدرب الكبير الله يرحمه المهم قال لي تروح ما تروح اخذ جنته وخذوية وراح حول الكرخ فوحدة من الكلمات اللي اطلقها عمو بابا الله يرحمه على عباس قال لي لك بابا الله يرحمه الاكبابا يلعب مثل العباس هاي هو شوية الكلمات فاجه عباس فرحان ويومين ما يسلم على واحد عمو بابا سلم على يبيدي هاي فرحان جدا بصورة لا توصف سادة نبي اها توفق بالكرخ توفق توفق بشكل يعني جدا كبير استدعى ومتخب شباب استدعى ومتخب اولمبي استدعى هو اللاعب الوحيد هذه المعلومة اللي ربما تغيب عن البعض هو اللاعب الوحيد اللي بالعراق بغضون عشرة ايام يستدعى شباب و اولمبي ووطن اللاعب الوحيد ولا لاعب بالعراق استدعى بغضون عشر تيام شلون استدعى لعبه الشباب منتخب شباب لعبه التصفيات هنا بالعراق هو الهداف والله هاكو هواي قصص يعني يا نبيل خلي الناس تعرفها بعدها 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 لعبه منتخب اولمبي بالهند ف كانت الفرحة فرحة الوالد حين كتبه زاير يهدي الفوز للعراق زاير اللي هو جدي جدا خباس رحيم زاير حبيب رحيم زاير زاير يهدي الفوز للعراق لانه هو سجل الهدف وكتبه بالجرائد والإعلام طلعت زاير فكانت فرحة الوالد كبيرة جدا بعدها رجعوا استدعوا منتخب وطني ولعب بالدورة العربية ف عشر تيام عشر تيام شباب تمام ابقى وياك لكن مشاهدنا الكرام اروح لفاصل بعد هذا الفاصل رح تتعامل بها الطريقة رح تصر وتلعب نعم قابت لو ممكن مثل بس تشوف مدرب يقول لك لا انت موزيا رح ينكسر واسك وبعد ما تروح لا لا كابت ان شاء الله استمر تستمر ان شاء الله يعني ما رح يتأثر عليك هاي الأمور كزين العابدين حتى وإن اليوم ما توفقت بالزورة ممكن تروح الغير نادي المهم انه انت تكمل مسيرة الوالد نعم زين انتش تلعب شنو المكانة اللي تحب تلعب بي يعني وسط مركزك وسط وسط نعم قابت وسط يمين بالهجوم ويسجد ويسجد نعم قابت يسجد هاي خلنا نقول علي المهاجم 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 إن شاء الله تتوقع انه بعد موسم موسميا نشوف زين العابدين ان شاء الله نشوف هاي هايش الواهز قوي اليوم موجود عجزين ما نبين هذا الفقر يعني اليوم نحن بيت رحي نشاهد هذا الأخلاق والفقر والهذه ممكن انت تعرف اليوم كامتن حبيب انت تعرف بالذات بوقتنا الحالي هي تشطينة طيبة صعب وتعيش استاذ نبيل يعني ما ادري تكمل احشي احشي عادي يعني شكرا شوف استاذ نبيل هذا هذا الفقر منبعه هو التربية صح صدقني اكو اكو مواقف صارت بيه وصارت عباس وصارت بيه عباس صارت بيه بالاتحاد وما رد اقول شلون لان خاص نجرح البعض وانا صارت بيه بالملعب عباس صارت بموضوع ما وانا بموضوع ما ماريد أذكر رح اذكر لك اللي صار على عجالة رح اذكر الرد المالدي الرد اللي اللي تعلمته من عباس الموقف الصار بيس يعني من سولفي عباس عن الموقف بقى عالق فمن بقى عالق بالاذهان التاريخ يعيد نفسه ومعلاسف دائما التاريخ يعيد نفسه مو بالزيانة يعيد نفسه بالموزينة فصار بالملعب قبل فترة مع أحد الأخوة بكل أدب تحدثت وياه رد علي بالرد يعني حتى ما قدر بالشاشة لا مستحيل يعني أساء لك مهم معنى أنا رديت عليه هو أساء هو أساء هو أساء زين ليش المهم ما ريد أذكر أستاذ نبي راح أقول لك الرد مالتي قلت للمشكلة أنا أهل مربيني لو أهل ما مربيني أعرف شارد فتوجهت الأمن الملاعب هم أتخذوا الأجراء طيب إن كنت مشرف أي لأن ما أنزل المستوى لأن أهل صعدوني المستوى إلى رتم عالي ما ممكن أنزل المستوى بعد أنصى من هذا المستوى لربما أرتقي أكثر لأن تربيتي وطبعا أنا مو هذا طبعا أنزل المستوى وقرارك صحيح للتخذت مئة بالمئة صحيح مئة بالمئة صحيح لأن قراري مبني على نقاط تعليمات تعليمات ونقاط لأن ما أتخذ قرار من جيبي تمام على مهم فهذا هذا مو ضعف بالعكس اليوم إحنا ليش اللي هاد الفقر أنا هذا مو فقر مو ضعف مو الفقر يفسر يفسر إلى اثنين أما فقر مادي أو فقر شجاعة لا طبعا فهذا أنت تشوف من تقول فقير هذا يقول لهم فقير لو مادي لو فقير مو سبع إحنا عدنا بالعراق صح إحنا ليش ما نقول هذا مؤدب ولو من مدح نفسه وذمه أنا والتكارف التمو اليوم حتى بالرياضة المؤدب ما يبقى بالبلعب أقول لك أستاذ نبيل إحنا بالبلعب 17 حلامي خلف الكواليس ليش عن إحدى القنوات إحدى القنوات قدمت لها وخلي يسمعوني هم ويعرفون نفسهم كل زين قدمت له راح ولل صديقي ومعروف بالوسط العلامي السياسي همو الرياضي قال لحبيب رحيم قال لي يعرفه قال لي هسا يصال لحوالي ثمانت شهر تسعة منقطع عن الوسط لأن صارت عدة ظروف بالبيته وهذا فأريد يجيك هنا لأنه ما عندك برنامج تدري شنو رده تدري شنو رده قال له هذا مؤدب لا مهيش هسا لو قايل له بس مؤدب ما يخالف قال له هذا مؤدب زايد عن اللزوم مع جل مع جل الاحترامي إلي هذا الشخص وعما على الأسف اليوم صارت الأخلاق مثلبة شم السبب حبيب يعني شون شنو السبب السبب لأن أنا مؤدب لا لا ليشي شو صنى لهاي الأخلاق وصنى مو بس هاي وصنى ما تحوف يا حريمة وتحوف سلامات وتروح للصمون وتروح لله أقول لي أقول لي أستاذ نبيل رحمة الوالديك يعني يعني أنت من تسمعي من داركم وهل سيقولون حبيب رحيم مطرب مثل من تسمع هذا يسأل إيه مش أقول لك المالدة ذكر حتى ما ما سوي لقييمة مو بس هاي يعني زين من تسمع هاي من هو يتحملها أنا وإنت جاي أقول لك يعني من تسمع شاعر يرتق بيك إلى إلى كلمات أنت ماما يعني الوائلي الله يرحمه الله يرحمه الوائلي عنده كلمات ده تطبق لا 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 مو تطبق لا أستاذ نبيل يرادلها قاموس وحدها تفسرها صح يعني عندك كلمات والله لو أروح أسأل لي جماعة لو أروح أدور بالغوغل شنو معناها يعني أنا عمر خمسة واربعين من حد الآن ما أعرف هاي الكلمات شنو من مدرسة هذا الشخص الله يرحمه وعدك ناس وتروح تطلع لابسة عمامة تصنف وتنكت وتضحك هذا باور خلأ أقول لك شخص هم مخطوث من هذا هذا عاقبته على سوء خطيئة مسكين اها ايو والله مسكين مسكين من اتخذ من اتخذ الله ورسوله هزوا يا ابا هذا كارثة كارثة أستاذ نبيل هذا هذا عاقبته على سوء تمام أنا من خلال منبركم أدعي من الله أدعي من الله والله هو من قلب صادق والله أن ينظر النفسه والله هذه دعوة إليه من هو علي الشريفي أها قبل فترة أنا شفته بساحة مصطفى لوحش هذا هذا الإنسان الراقي المنظم البطولات وعلى مستوى عالمي هذا هذا الشخص شفت أنا ما سلمت علي يعني لأن لأن هذا لدينك يقول لك كل الأعمام تبتشي أنا ممكن أضحكهم أضحك العالم ليش نبتشيهم هذا أمامة رسول الله أنت ما تأخذها هزوا هذا تاج رسول الله مستحيل أستاذ نبيل اليوم أنت شوف خلي أقول لك شغلة أنت اليوم منطالع أنت مو نبيل طارق أنت قناة الوطن صح رغلطان صح مع جل احترام للأخوة صح اليوم أنت كأدر وكاميرات وووووووووو كل المساميات ماكم من جاني قناة الوطن صح ما جاني نبيل صح الوالد الوالد بالبيت منوية أصدقائي أعتذر من جماعة ما قلهم نبيل طارق جاني لا راح تجيني قناة الوطن انا احتذر فالهذا السبب انت من تلبس لباس اليوم انت من تلبس قاط ورباط ما تقدر تصعد بالنفرات تستحي ليش قاطك ورباطك وتصعد نفرات اشحال انت من خال تاج رسول الله على راسك يا سيد نبي شو توجه لرسالة والله مو رسالة انا ادعي له والله ادعي له من كل قلبي الله يخفر ذنبه لان ذاك اليوم حجه نكتة على النبي يوسف عليه السلام والله جسم قام يرجف نبي الله تعبان عليه ونزله انت تجيبه بنكته والله على موده ابو صالون بالله العظيم الله يخفر ذنبه يا رب والله يحسن حاله ويا رب ينظر الى نفسه ويعيد نفسه ويرتب عوراقه تمام ارجع اياك للمرحوم حدثني افضل او اجمل فريق مثله نادي مثله عباس رحيم شوف للصراحة باختصار حتى اخذ اكثر معلومات للصراحة عباس رحيم زورائي 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 ريالي ريالي اهه يقول شكه ابيض احبه اهه هو هو الله يرحمه كم موسم لعب للزوراء تتذكر؟ ممكن موسميا الذكري موسميا وللشرطة؟ موسميا همينه؟ اي الكرح موسم واحد بس لعب للطلبة اعارة؟ للطلبة اعارة اه اه ابطال اسيا اخذ هداف زوراء اه شرطة اخذ بيها هداف؟ بالشرطة لا كانت عدة هداف يعني تمام تقريبا عبر العشرة هداف اكثر تمام زين اه كان عباس احنا نسأل ونشوف يعني كلامنا ما بيصحة مثل ما قلت البعض ممكن ينشر اكو اخطاء عباس ينطي يساعد يوقف يتفقد يسأل فعلا كابتر حبيب لو تمام لحق شوف نبيل خلي اقول لك شغلة مهمة جدا حتى اختصلك هذا السؤال عباس من التوفى الله يرحمه انا والدي شايفه مرتين يبجي اه مرتين بالالفين من التوفى عمي الله يرحمه الله يرحمه عمي ابو ساري الله يرحمه ويرحم والديكم بمستشفى مدينة الطب قعد بالحديقة شاقد جداشته مهم لحد الآن الصورة عالقبالي تمام وعلى عباس نفس اللقطة شفت على عباس تدريش قال لا لا انا رح اقول لك حتى انت تقول يساعد تمام يهتم تمام تدريش قال قال مات ابويا هذا عباس يعني هو عباس مو شوف عباس مو اخ عباس اثر على العالم كلها يعني انا قبل يومين بفاتحة مع حد الاصدقاء قرأت لهم فاتحة عمه متوفي مصور مصطفى حليم ولد شاب صغير يعني ممكن موالج 96 97 مملحق على عباس ولا يعرف يسوالف بي يقول مني اسمع عبطار عباس قلبه ما دريش يصير بي الله يرحمه شنو هذا هو يقول والله ما شايف ذاك اليوم يقول قبل فترة شفت بالصور فهذا عباس يعني انت من تقول على عباس خلي انا هذا هو زين العابدين زين شنو اللي تتمناه وشنو اللي تطمح به اتمنى صلاعي او اتمنى لعب نوادي ان شاء الله ان شاء الله زين ش تقول الحبيب رحيم شنو اللي نبدأ لك تقوله الحبيب والخوالة كمي مو بس الحبيب اشكرهم مهتموا بي وكبروني الله الحمدلله وان شاء الله همين استمر روايا ان شاء الله يستمروا يا هي ان شاء الله تكون نجم وكلنا نفرح بيك اريد اكمل دراسته مهندس على عمّة وعلى خان ان شاء الله اينا ان شاء الله ان شاء الله حبيب مشاهدين الكرام بروح لفاصل وبعده ونرجع ماتع Geez رجعنا لكم مشاهدين الكرام بالفاصل الأخير لحلقة هذه الليلة بصراحة يعني دائماً أنا أختار ممكن ضيف يتواجد مع عائلة المرحوم عائلة الشهيد عائلة النجم اليوم اختاريت شخص مختلف أنت اليوم من تختار شخص ممكن شخص الأقرب للشخص المتوفي الأوفي الشخص المخلص فمن سئلت نادراً ما أكلها عبيت ذكر عباس رحيم أكل مدربي يتذكر لكن صعبة من إنسان ما يمر أسبوع إذا ما يقوم في الباب يقرأ الفاتحة ويروح ما يمر شهر إذا ما يروح للقبر يزوره ويقرأ للفاتحة ويجي آني من يتحدثولي وسولفولي عبالي بصراحة يصنع لكن من سئلت شقيق اللاعب ومن سئلت عن هذا الشخص قالوا لا عند المرحوم قطح مرحب بكرار الشرطاوي كرار الشويلي حياك الله وسعيداً بتواجدك تحياتي إليك تحياتي للقناة المحترمة شاشة الوطن تحياتي إلك تحياتي لأخي وحبيبي الساد حبيب بصراحة آني أشكرك لكن باختصار المعلومات اللي أريدها منك ممكن حبيبي يعني ما رح أسئلة هاي الأسئلة إليك رح أسئلها شونو سر علاقتك بعباس رحيم ياشو هواي نجوم انتشر طاوي عاصرتهم أغلبهم هواي نشوف مشجعين فقط ورا النجوم لكن عباس راح توفه شونو سر هاي العلاقة تجي وتقرأ الفاتحة بالباب لو تقعد عددتش شونو سر هاي العلاقة مو حقيقة هاي حقيقة ولو جدا أعتبر لا 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 اللي بداخلك احتيي ساد حبيبي احتيي هاي يعني تألمك هاي احتيي لي احتيي لي خليه احتيي كرار براحته احتيي لي كرار نعم أولا انتحياتي لكم للقناة المحترمة اولا سر وي عباسكي اغتباناني اذرم باللغة يعني اللي هو عباس راحيم قبل ما يتوفى انا ما عارف الكلمة عباس راحيم انا اللغة اللي أنا محترمة اقول بها عباس راحيم لانه لقب انا عباسكي لانه لقب عباسكي في منطقته في ولايته ولا يزال عباس راحيم اولا عباس راحيم يعني منين او صفة منين يعني منين ابدي منين عنهي منين معرف اولا عباس راحيم لاعب المنطق بالوطني وهي رسالة للاتحاد ابديها وما احترام لك هبتقطع من الشي واللي اتكلم به بدون قطع انشاء الله ما تقطعوا من قناة بدعتك ما اقطع كل شي عباس راحيم لاعب النطق بطني عباس راحيم لاعب المنطق بالناشئين والشباب والأولوبي خلال 30 الى 15 نسحب شباب أولمبي وطني هذه معلومة يوجد هسا سبقني ساذ أخوي حبيب خلال عشرة إلى أيام يعني شباب أولمبي وطني يعني هاي معلومة العالمة تعرفها هل الخبرة عنده الامكانية الامكانية عنده عباس رحيم عباس رحيم أولا هو ناشي نحتقي باللعب للصيخ وللكارخ طبعا لو صعد الكارخ نحن براح للطلبة أعتقي سعارة للجوية كذلك شرطة وزوراء أي شيني على الشرطة من لعب بالشرطة أولا قدم لكم عباس أولا عباس رحيم هاي معلومة الكل حتى حبيب راح اخترفوا يا هساب هذا كلام عباس رحيم هو يدري عباس رحيم ما يمر على يوم ما قل لك المساء يوم إذا مو يم عباس رحيمان اللي بغرفتان كل سنين يدري يا حبيب كل سنين لازم آنياه بالإمام الكلاب سلام الله كل سنين لازم هو موقعنا السنين لازم يمن إمام الكلاب وكل خميس بخميس لازم في كربلا وكل 20 إلى 25 يوم إلى وادي السلام إلى النجف بطل العالم يعني ما يقول أن يرموني مبطل العالم بقى نعم يحتيي هاي فكابت إن عباس ما يسلح الإمام من يرموني مبطل العالم مبطل العالم هاي عدي بيها قصة هريد أفهمها منك السؤال أرويلي أنت تقول آني دائما أروحو إياه احتييلي قصة عباس رحيم من توفي وليش أنت ما كنته إياه معلومة أنت دائما كنت معاه هي هاي المعلومة كلها يدرون بيها منطقة منطقة الشعب تحياتي والولايتي وكل الرياضيين المدربين الحاليين يدرون بي أنه عباس رحيم أصلا مراحل للنجف آني وياه وأنت أستاذ نبيل هم تعلم بهذا الشيء آني ويا عباس رحيم مراحل للنجف تقريبا للوحدة بالليل إجاني وأنا ما جبت الزيمان تطاني يلقات مات تمرين لأن كان وزني زايد فهو حتى كان يعني يعلمني يعني بقى أمور مراحل شوية أعطى رون سايد يعني الكلام شوية أصرف يعني أعطى كلام أي ما هو يعلمني هو يطع لي لكن هو يحبني يعني بجنون يحبني جدا إذا اختلفت علي ساعتين موك كرار هنا يتصبي أنا أحبيك شغلة واحدة نعم أكلي الباتشة نموت منها أي أي علمهم عباس يعني هو اختفائي ما يعبر على يوم يعني ذا مليمي يوم إلا يمي يعني مثلا فهاني أجلنا نروح للكاظم كل سنين قلت لك تمام أحكي لي مال النجف مال النجف هذي السر مال هي يجاني بالسنة باثنائش وحافظة باثنائش ودقائق همذا يجاني بالليل الطاني يلقات ستة قال علمو تتمرن تمام وحضر نفسي كل يوم رحولنا نقل نجف قلتها صدق هي في وقتها أيام وفاة أميرة المؤمنة تمام نعم قلت لي هلا هاي قال إن طريقي وياي ابن عمي شوية بها متوفى محمد الله على روحه قال لي ماكو وياي رفيق إلا ته بالطريق المحافظة لنعم من نوع الشاقة هوي تمام أنكت وياه هاي ما يختفى محافظة إلا وياي هو جاهز قلت لي جاهز سبحان الله أكو سر بالقضية أنا دائما روحاني ورحمة الله أمي ووالدتي أي الله يرحمه شامتي جدا قريبة علي عامني بالذات وعلى تعرف عباس راهمي سبحان الله رجائي قال لي قات ورح وطبك سيارته ببابني قاعد برسق باشرب عصية ورح قال باشري أريدك بالسبعة الصباح ننطرقان يقل نجف سهلتنا على هذا السؤال جاهزة تروحي هذه الأمور جاهزة جاهزة سعدت والدتي الله يرحمه قلت لي مرة أروح للنجف أمي ما أذكر في اليوم أن أروح للزيارات تقول لك لا والله أنا هذا يعني ما أعرف تمام أكسر بهالقضية تمام قلت وراهي قلت لي مرة أروح للنجف أنا وعباس فهي مثل عاطت علي تعرف أم بعد أمي يعني أمي ما تقاطعي ذا بالزيارة ما أعرف هي وقفتني أي قالت يما يام عيد وأنت على باب الله كان شغل قبل العيد صح على باب الله وأنت عيد ورع العيد تم تعلم كل سنة عباسكي ربنا نجف نمام موسى بن نجافة بس هالمرة شفيتها مثل قاطعة يعني ممكن منطق يسير بي أشيان يعني أعلمني يعني أعلمني يعني أعلمني يعني أعلمني أن يسميني كرير تمام ها كرير قلت هلو عباسكي أقول قال جاهز وهذا أنا مباشر لك يدري بي أنا أحب الحلاوة الترابية إذا شايف هاي طوبة الترابية يعني بدين نفس بها القضية يعني بنحكل قال لي جاهز كان قلت والله الوالدة قال لي راح أرجع لك على موسط تقرب باب قلتع أخوك تشبير عباس تحياتي لأخوي عباس وقال لي أوبعالي قال لي أعطي ناردة قلت له لا عباسكي ما قدعو قال لي شنو أعطي البيتك وما قل للوالدة كذا أريد كرار قلت المهم طفيتها شوما قال بس هالمرة دائماً يومية محافة قلت ما أقدر عباسكي قال خوش هاي راح أختي قاني بنعمك راح أباس خوش أحد فيما الآخر كلمة هي هائلة والله سنتين ونص وعبرة النص قال لي كرار قلت بس أريد منك تدعي لي يا مامير المهم قال بدون ما تقلي كرار هو متدين جداً هاي معلومة بس قلت منك فدو أروح لطول ليبيا عباس في أيام النظام العالم الرياضيين شاد تعرف غنى بسيطة يعني أيام بسيطة يشهد الله علي وهو جاري بالفرماد يشهد الله علي هاي معلومة للرياضيين جميعاً عباس يخاف الله من زمان من قبل يسعد بالناشين من تقبل الوضع من الشباب تربته وسجاهته يخاف الله جداً يحب يزور ما يطلع عن الحرام مرات عاني عذر بالكلام عاني مرات عاني مرات عاني مرات عاني مرات عاني مرات عاني هو بصفي ما يختلف علي تمام هوان اروح ورا تمام خابرك قال لي الله فيما الله شي يجيب ليك تمام قل لي كرار قلت لها دعيل واي قال عرفتك قلت لها بس دعيلي سيد علالي سيد علالي سيد علالي سيد علالي طبعاً قطل مايكل لا لا خلني كميكل بس خلأ افهم من كلام عالبو لا ينقطع عندي حتى لا نسى تمام قل لي أوكي كرار اروح قلت لك قال لي اقول شيف تقطع بالكلام تريد هاي نس كيلو الحلاوة الترابية هاي اخر اللغة معطي الحمد لله قال لي انت تحب الترابية قلت بقت يمك لنا نحبها ندائم ان اكل بي قال اوكي اجيب لك ربح كيلو هو معزم متعين علي عباسكي جي قلت تريد ربح كيلو اكل من ربح كيلو هوي تعرف شقاعتي يشاك قلت والله بقت حتى لو طوباية واحدة قال لا رح اجيب لك كيلو نص اه لا كيلو هو دائمين جيب لك كيلو ايه ايش عجب قال لك كيلو نص لا كيلو والله انا سرق وانا نسي قال اجيب لك كافة كبيرة انا متتثبط مك قلت بقت يمعزم بيتك قلت امعزم عباس عباس اه رحيم زاير العقابي العقابي عشارية قلت اوكي سدها فيما لا فيما قال راح اضعينه نميت قعدت بالعاشرة ونص فتحت ما افشارت باثناش ونسية الوقات جي افتح محلي بالقلوبات دق علي سيد علالي واحدة وخمسة وثعتين اه هذا الوقت ما ببهر اي انا لا هو باثناش ونص وكذا هالوقت جي افتح محلي البسو دق علي علالي انا وين قاعد بالدرجة ونحا وناسي شحاط قلت عن علالي هو علالي من النوع سيدة هو سيدة بن محمد تشاه هي شاقي يعيط فتعرف ان هو عبالي شاقي قلت عن علالي عوفي الشاقي شي تريد قال عباس عباس يقاطني عباس راح انا وقعت من الدرجة انا قاعد بالدرج وقعت بالقاعد انسد التلفون قلت يا اله بس كون لان ادربي بالنجف بس عبالي شاقي يا رب كوني شاقي قفلت التلفون انا خاف امن انه اخاف علالي عباس كله شي احبه يعني اذا راح للنجف ساير بي شي امو اموت ما اقدر سبحان الله استجرت بهذا الشي قفلت التلفون رحت حافي والله ما ادره حتى شحاطه ويدري شحاطه وصلت البي هنا هو حافي كرام نعم ما ادري ما مثل المصدوق ما ما نسيتها نسيت الشحاطه حتى مثل المجدوغ حتى انا شلت علاقتي بي مو قوية سيئلت عني قال قرار شوي قال انا موت على عباس المهمة 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 الساد نبي انه انه قفلت التلفون خاف بالك الله تشذب قفلت التلفون بين ما اجي نسيت روحان ما عندي تكرم شحاطه حافي خدت الدراجة ماتي لفت بالفرة يا الله يا الله طبيت بالفرة قلت بس كنت من شمع الصوت الساد حبيب يعيط خربطت الصدمة قاعدت منها وصدمت قصة طويلة إلا رح ننستشفى الحل أعتقد كما رح متوفى بالطريق و رح مطل على روحه أنا رح أسأل حبيب إذا تشوفه ما يجاوب من حقك تجاوب أستاذ حبيب منه القصر بحق عباس منه العباس قدم له فضل و ما بتجذب بعد وفاة عباس مات عباس الله يرحمه مات يعني يعني ما هي المشكلة مقدم مقدم ما يتراهمون أخوية تشبير أستاذ شهادة احتز بيها أستاذ نبي شون اللي شايف اثنيان سواق يقعدون اللي بصفة يقوم يدوس برايخ واحدة مرة تم دوس برايخ أكو سؤال أحلى أستاذ نبي قول منه اللي أوفل عباس رحيم ليش ياريت تسألني ليش لان اللي قصره وهوى يا نبي شوف راح أعد لك إياهم أول واحد اللي أوفل عباس رحيم ولحبيب رحيم شخصا الكابتن القدير والأخ العزيز والصديق وكل هن الزيانات اللام هن هو الكابتن القدير شرار حيدر تعياتي له هذا الانسان اللي خابر على حبيب رحيم بعد وفاة عباس ويتواصل وياه ويسأل على والدة وين وشلون صار وابوك وين بياه مستشفى وراح أجيك والله لا ناقة ولا جمل لان عباس حشيت حشايش قلت قلت عباس راح قبل شوية قلت لك قلت لك هاي عدي بيها شوف ما العباس راح كلش قوي هذا الباب رد باكت عباس ردنا نشيله الباب الحديد ردنا نخلي برده لان مليانه لان هنا ماكو مكان هذا الباب ينفتح والله العظيم بوجود عباس؟ بوجود عباس بعد عباس نتمنى يندق الجرس الله نتمنى يندق الجرس وواحد يجي عدا كرار شوية واحد يجي يقول والله حتى من أصدقائنا نجيله؟ مجاي يقول لك شرار حيدر هذا الإنسان الشريف اللي أوفى لي عباس راحيم ومن هذا المنبرد يعني كلمات الشكر والامتنان إليك يا كابتن شرار لا تعد ولا تحصى تمام بعد الثاني الشخص اللي أوفى لي عباس راحيم حج مهند العقابي من هذا؟ مدير الإعلام الحجد الشعبي والله كنا وقف لك يا حج مهند أنت وكابتن شرار وقفت أخل أخوه كابتن شرار مهند العقابي فقط؟ ما يتعدون راح أباع باع أنت باع الصدمة قلنا كابتن شرار مهند العقابي مهند العقابي خابرني يقول تيجي تستلم قسم الرياضة بقناة الغدير وأنا قاعد هنا ويدس عليه حسين عبد الزيد مع كان مراسم قناة الاتجاه تحياتنا إلى سبستراليا بعده صفاه مجيد اللي هو يشتغله اللي يشتغله يا عباس اللي أنت تبوق لسانه وحشي لك يعني ما راح أحشي لك هذا إنسان رائع من قمة بالأخلاق وبالتدهير تمام وبعد واحد راح من بالي يا الله هالذاكرة اللي تخوني لو كاتف أحسن صفاء وحج مهند وكابتن شرار شرار حيدر بعد واحد وأحمد جمعة أبو الطلبة لا 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 يا أحمد جمعة صديق وأخسر إلي بعد عباس أها سنة إلي بغض النظر عن كرار لا لا كرار لا لا كرار قصة وحكاية وحدة تمام يعني مو مجاملة لا 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 كرار عوفة لا 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 كرار عوفة كرار محاسبة أنا كرار يفوت منا أنا يقرأ الفاتح العباس ويطلع بدون ما يقول لنا يوقف هنا يام الباب يقول اشتمري حتى عباس واروح أجي ألقى كرار قاعد يام ممو وأبوي أجي ألقى كرار قاعد بالقراج ويباعد شقة مان عباس فوق هذا كرار معلك هذا حقصة واحدة إذين شو لم يوم الشقة لي هسا ما مفتوحة وما حد يدخل هاي هنيالة اللي طبها سوي شوفها والله هنيالة من الوفاة أي من يوم عشرة أثمانية يعني أستغرم ماكو بيها تحباس رحيم صورة شقة هذا عذرا البوستر بوستر كرار أنا أحسد أحسد لي أصدقاء مثلا أطبلهم يعني هسا جيراننا مقابلنا مو أحسدهم هي غبطة حتى ما تصير أعتهم الثنين الله يرحبهم حشام الله خالين صورهم خالين صورهم دخلت والله ما قدرت أبعو عليهم هم جيراننا بس هذا فخر هذا رمز هذا التاريخ هو مو فخر باع باع خلا قل لك شاء الله الفخر موجود بداخلنا التاريخ حافظين العالم إحنا الصورة إذا خليناها يعني أموت أمو وأبوي يعني رأسي الله أي والله أموت أمو وأبوي هسا داريد أموت أمو وأبوي هسا خليناهم صورة حتيت كانت هنا صورتي شلت ما قدرت لا شلناه ما قدرت مستحيل نقدر نباو علي أنا شوف أمنيتي شوف أمنيتي وأني وهي عود ما ينذكر أغواية لا لا أمني ما تصلي أمور أمنيتي يجي يوم 21 في الشهر 21 رمضان وأني أول واحد أقدم تعزيها لعباس حتى ما أخلي الصورة من يوم 18 وهي هسا جاية هي وفاة عباس وفاة أمير المؤمنين هالي يوم جاية إن شاء الله شوف راح شوف التعزيات الرح تنزل أقول هم راح ينسونه كانت أمنيتي يقول أتمنى ينسون الجمهور قلت له ليش أكو نبقى بالكرادة هو يموت عن نبقى السدرة خاف البعض ما يعرف يقول أمنيتي ما يعرفون الجمهور قلت له ليش قال أصعد على هاي النبقى والله بها نبقى متواضع بشكل بس يستحي يستحي خجول بشكل هاي الصفة اللي كمل لي منو الما قد منو الما وفا العباس بس عباس كونوا وافي لهم يعني هواية هواية أستاذ نبقى كامل منو ما وفا العباس هواية 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 والأخيرا ضربتنا عارضة هاي اللاعبين كلهم قاعدين في بيت أه أباس رحيم بيت حجي رحيم بيت حجي رحيم أكل بعض البعض الأغلب لا نقول البعض أقول الأغلب الأغلبية اللي ما سألين علي اللي حاليا هم أقرأت إقام عدي أحد اللاعبين سلمت عليه ما يعرفون خلاص إلّ هوم أوcip بيت عباس رحيم قبل ما الله توفقهم من أمه؟ منين تبدي مثلا؟ أقرب شي على عباس الرحيم كان في جيلي كان ساذة أبو شمم نشا تكرم لعبوا إياه؟ نعم لعبوا إياه كامتن حبيب؟ نعم لعبوا إياه واخدنا عباس الرحيم شوفها معلومة عباس الرحيم ترى مو يحب الزورة حب الزورة وحب الشرطة خلي نقول متواصلوا إياه كامتن؟ لا 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 وي الزورة ما سبرا خستك وي الزورة وثمرتي سنتين وي الزورة وسنتين وياني لشرطة بس قبل ما رح لزورة إحنا وياني هو بالسبعة سنة خدنا دور هو وي الفريق خدنا دوري وياني هو بعد منه؟ زين؟ بعدين هو أكثر من مرن شاقي زين انت رحت لي النشاة نادي الشرطة وفت لي آهلة حباس الرحيم قيد شعره وهو اللي هو فريقي ونادي وكياني مو عنك كياني نادي شرطة وعضو رابطة نادي شرطة أكثر من مرن شو يهم؟ ما يفيد اللي مو هسيد جمهور ما لم علاقة كابتل المشكلة هي المشكلة هذا شخص رفع علم العراق منه نبيل منه حبيب منه كرار شخص يعني شاعر يقدم لك للحشد ويقدم لك يقدم لك أمور ويجيك فنان يحنسك ويضحك ويجيك لاعج يرفع علم العراق واني ما استذكر أحمد كاظم تعرفه؟ تمام أحمد كاظم؟ زمير عباس رحيم كابتن حبيب بصراحة ما شفتك استغليت اسم عباس رحيم لا بعمل لا بعلام لا مشيت على خطاك لاعب مش عجب شوف انا ما قدر عمشي على خطاك لاعب لان انا عباس نصحني نصيحة لعبت اللي شباب الطلبة وقل لي حبيب عوفه انت ما عندك نفس او خلق احنا نقول عليه ما عندك خلق صبر وما عندك فما تصير لاعب هذه وحدة ما استغليت اسم عباس ارتأبني الي كياني وارتأبني الي اسمي والحمدلله بنيتها كإعلامي تمام بس اقول بعض اللي استغلوا اسم عباس والحد الان استغلوا؟ ايه هواء اهه وداعتك والله هواء ها يمشي قال لك انا جاي قرائب عباس او انا مثلا جيران عباس او انا مثلا يروح الوزارة انا مثلا شون خلق اقولك يا مثلا اي انا صديقي عباس جانوا اي او يمشي اي او يمشي اي او يمشي اي او يمشي او انا اقولك شاء الله حتى عباس رحيم بنى اكاديمية وهس زيون حتى يمكن منعناه منعتها ما قاعد يروح لها مو عمو صحيح ايه ليش؟ بنى اكاديمية على اجتافة اسم الاكاديمية تغير رئيس الاكاديمية تغير ويسهون مكتب اعلامي ما يدزون على اخو عباس رحيم اه اي اي لان حبيب رحيم مخاف او اكو مهن اكو مهن شريفة بس احنا نضرب بها مثل يعني مثلا يعني ترى تشايتي شريف صح والله شريف من يطلع ويشتغل تشايتي بس احنا شنو مرات نضرب بها مثل والعماله شريف اي والامثال تضرب ولا تقاس ترى حبيب رحيم اعلامي مو تشايتي هاي رسالة اوجهها لهم زين مكتب الاعلامي لا 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 خلي 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 ايش مقهور انه يعني عباس انظلم وحبيب انظلم لا انا ما مقهور هذا رصيد انه بالاخرة مظلميتنا ما نشكيها البشر احنا اباد ولا رح نشكيها البشر مظلميتنا دائما نشكيها لله زين ليش هذا التصرف مع عبيب ليش هذا العدم الوفاء مع عباس شوف كل من يعمل بابا كل من يعمل بديدنة انا ما ما املي عليك اليوم انت شخصيتك ما املي عليك ش تسألني انت شا محضر انت فكل من يعمل بديدنة وتربيته مكتب اعلامي ما الاكاديمية عباس رحيم ما احد يذكر حبيب رحيم وحبيب رحيم مقدم برامج واعلامي معروف ولي الشرف يذكرني علي سالم وامين شرات في برنامج واثنين هم نفس الكلمة يقولون الله هاي انا اللي هي الشرف هيش عمالق اثنين يذكروني تحياتي الهم وان جدا اشكرهم اما الموضوع الثاني نادي الشرطة اللي خدمه عباس رحيم مكتب اعلامي ما عدهم ومبعدهم ما مسمي لا مدير مكتب اعلامي ولا مكتب اعلامي بس انا خلي 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 رسالة وجهها لهم ترى ما عايز لهم انا ابد والله ابد ولا عايز لهم والحمد لله والشكر اشتغل بافضل مكتب اعلامي مكتب نادي الكرخي جوز عندك معلومة او لا وحر جوكر بي انا بكيف اكتب بكيف لان الكابتن شرار مطين كل الكل صراحية وكل حرية هذا انساء الراقي لهذا هذا واحدة يعني واحدة واحدة قصة هي يعني انساء الراقي اكثر واحد مظلوم شرار حيدر والله العظيم اكثر واحد مظلوم شوف تقعدوا مكان الدافع عليه يقلوا لك مستفاد من عنده لا مو مستفاد وانما هو انسان يحرجك باخلاق كابتن شرار حيدر ايه والله انسان يحرجك باخلاقة ويخليك غصما عليك تعترمه شئت ام ابيت المهم مكتب اعلامي اللي نادي الشرطة يريدون يسمون مدير مكتب اعلامي دايخين مادر تشمشار ينطرح اسمي و جوا جوا يلف ويعبر لان حبيب رحيم مو اخي عباس رحيم وحبيب رحيم ما عده مي القصة من عزيز ترى من ذبه وين ما كان احنا هاي والدي علمي اياه مي قصتنا من ذبه لأي واحد هاكو ذبو ما يقصتهم؟ هواي هواي كابتن نبيل علمود راتب بمئتين وخمسين ذب مو ما يقصته قام يندقدق على الشتاف هواي احنا مو لا طبعنا ولا تربيتنا ومو ضعف مو ضعف لا والله لا ضعف ولا شيء طولنا عليك ما اعرف الاخوة رسالتك الاخيرة رسالتي الاخيرة هي هي مو رسالة وانما كلمة شكر لكل محبي عباس رحيم كلمة شكر لمن لم ينسى عباس رحيم وكلمة شكر ايضا لمن نسى عباس رحيم وتناسى شكري للاخوي كرار شويلي شكري وتقديري للخمس اسماء اللي نسيت واحد من عندهم وياريت الذكرى هسه على عجاله خمس اسماء عيدها كابتن شرار حجموها الناد العقابي وصفاء مجيد واخوانه و احمد جمعة هذا الانسان الراقي اللي كان اليد اليمنى لعباس رحيم بالاعمال الانسانية رسالتك هو الذكر اربع القريبين حالي لا انا راح ازيدها من شعر بيت اللي ولا وزعلان حالي قاني بس ما لعلقها قضية بها عباس رحيم لا تمام تيسير عبدالعسين اللي يذكر به وتيسير تيسير يقول المفروض حلقتنا يوم امس تكون لكن اليوم صار ظرف او تيسير اعتذر بصراحة يوم امس هو دق علي انا صار عندي ظرف ما صورنا الحلق فاليوم خابرت قل لي اوكي بعدين اعتذر لي ظرف صار عندي تيسير تذر شنون يسوي ثواب ويجيب النياب الله يسوي ثواب ويجيب النياب انفلان زيت تلك شوف ذاكرة تكرر شوف ذاكرة تكرر اللي يقول لي حبيبها على روحه بجنة اليوم الله اي عنهم تحيات اليك بتحيات القناة واحب ذكرته حبيب للحبيب هم تعبان الضغط مان تهم يشتغل ذكرته هم يحب ذكره ايه هو الكابتن تيسير عبدالسين ولوز علان عليه خافي زعل مني هو الكابتن سيد صفاء احد زملاء عباس رحيم ابو الاكاديمي اللي في ملعب الشعب ابو التنس هذا كل شيء ما نسي عباس رحيم واحب اشكر اه جميع الجماهير نادي الشرطة الجماهير الزورة بس اللي اريد منكم اخوان ان تذكرون عباس رحيم وقراءة سورة الفاتحة في بيت عباس رحيم شكرا جزيب مشاهدين الكرام الراحمة والمغفرة للراحل عباس رحيم ورسالة بسيطة لوزير الشباب والرياضة انا عندي معلومة انه رح تتفقد عوائل اللي توفوا العيد اتمنى مصطفى سعدون عباس رحيم كريم سلمان حتى الاشخاص اللي ما رح نالهم يعني اكو اشخاص رحنا واكو اشخاص ممكن بالحلقات القادمة تتفقدهم حلوة من يشوفوك تدق الباب تعايدهم تسلم عليهم وتقولهم عني مناسي ابنكم ابو حيدر اقولك هي شي عني مقام ابنك اتمنى البرنامج كله غايته هاي الرسالة ان كان رياضيين فالرسالة اليك وان كان فنانين فالرسالة لنقابة الفنانين وان كان شعراء فالنقابة الشعراء هذا ما يسمح به وقت البرنامج ويمكن طورنا اليوم كثير لكن عباس رحيم يستحق الى اللقاء شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة